السائلة تقول هل قدمي المرأة عورة فهل يجب غتاؤهما أثناء الثلاء نعم المرأة في حال صلاةها يجب عليها أن تشتر جسدها كله ما على الوجه فتشتر الكفين والقدمين ونحن أعرف لو نهر القدمان الصريح أن الصلاة لا ترطل لأن في المسألة خلافا فقل عددا من فقهاء الأمة أن ظهورهما لا يبطل الصلاة إلا أن على المرأة أن تحرس على أن تشتر حال صلاةها كفيها وقدميها نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر